بتدور أحداث الفيلم في كولومبيا وبيبدأ لما كانت تيتا مادريجال بتتكلم مع حافدتها ميرابل وبتقول لها أن النهاردة معادها علشان تحصل على الهبة السحرية الخاصة بيها فسألتها ميرابل هي فعلاً الشمعة دي مصدر السحر بتاعنا فقالت لها آه وحكيت لها تيتا حكاية الشمعة دي اللي هقولها لكم كمان شوية ولما بتسألها ميرابل تفتكني هتكون إيه الهبة بتاعت يا تيتا فقالت لها أياً كانت الهبة بتاعتك إيه أكيد هتكون مميزة زيك المهم بتروح ميرابل تقف قدام الباب اللي بيكون وراه الهبة بتاعتها بس اللي بيحصل إن الباب بيختفي ومش بيكون عند ميرابل أي هبة أو سحر خاص بيها ويلا دلوقتي أقول لكم إيه حكاية الشمعة السحرية دي دي تيتا مادريجال لما كانت شابة وده حبيبها بدرو اللي بيتجوزها وبيخلفه 3 أطفال ولد وبنتين والحياة بتبقى جميلة لحد ما بيضطروا يهربوا من بيتهم بعد هجوم ناس على المدينة وبيضحي بدرو بنفسه وبينقذ مادريجال وأولادهم بس بعد كده بتلاقي مادريجال الشمعة السحرية دي اللي نورها مش بينطفي أبدا واللي بتقدر تعمل معجزات وأول حاجة عملتها الشمعة إنها بنت بيت جديد سحري مكان بيتهم القديم عامل زي الجنة وبتكون كل حاجة في البيت ده مسخرة لخدمتها هي وأولادها ولما كبروا الأولاد التلاتة عند سنة معين منحت الشمعة كل واحد فيهم سحر وهيبة خاصة به وعاشت عيلة مادريجال وقسط المدينة وكانت بتساعد أهلها بالقوة السحرية اللي عندهم أما دلوقتي فجمعتنا علشان نتعرف على أفراد عيلة مادريجال واللي هتعرفنا عليهم ميرابيل بس بعد ما كبرت شوية وعدت سنين وكان اليوم ده مميز لإن العيلة كانت بتجهز للاحتفال بأنطونيو علشان النهار ده معادل الحصول على الهيبة اللي هتدهله الشمعة المصحورة فبيروحوا لولاد الصغيرين الحشريين دول لميرابيل وبيسألوها إيه الهيبة اللي عندك وعند العيلة وابتدت تعرفهم على العيلة دي خلتها بيبة أم الزعبيب وده لإن مودها بيأثر على حالة الجو يعني لما بتتعصب أو تزعل الجو بيقلب وبتقول لهم إن خالها برونو كان بيشوف المستقبل بس مرة واحدة اختفى أما أمها جوليتا فبتقدر تخفف المرضى بوصفات الأكل بتاعتها ودول يبقوا باباها وجوز خلتها وقالت لهم بنت خالتي دولوريس ودانو اللي تقدر تسمع رنة الإبرة وودانها بتجيب لغاية آخر الشارع وأخوها كاميلو اللي يقدر يغير شكله لأي حد وأخوهم الصغير أنتونيو هنعرف النهاردة إيه الهيبة بتاعته وأما إخوات ميرابيل الكبار هما إسابيلة التنكة اللي بتقدر تزرع الأزهار بمجرد ما بتشاور بأيديها والويسة عضلات اللي بتقدر تشيل عمارة بحالها وتمشي بيها عادي جدا وقالت ميرابيل للأطفال يلا يا حلوين قديني عرفتكم بالعيلة اتكلوا بقى فقالوا لها طب وانت ايه الهيبة بتاعتك فحاولت تتوه شوية بصفودلوا يزنوا عليها وسمعتهم دولوريس ودانو وقالت لهم حبيبي ميرابيل ما عندهاش أي هيبة أصلا وجيه الراجل ده كمل عليها وقال لها أنا هديك انت هدية يا ميرابيل لأن انت يعيني ما عندكش أي هيبة ومش مميزة بأي حاجة وان شاء الله ليلة انتونيو تعدي النهار ده على خير وما يحصلش زي اللي حصل معاك فالولاد زعلوا عليها وقالت لها البنت دي يا حرام أنا لو منك كنت تدايق تقوي فقالت لها ميرابيل لا يا حبيبتي أنا مش متدايقة خالص على فكرة وانا كده كده مميزة المهمة فضلت كده ميرابيل منبوزة من عيلتها وخصوصا من جدتها اللي قالت لها ما تساعدناش في أي حاجة النهار ده وخلي اليوم يعدي على خير كفاية اللي حصل معاك وبتروح ميرابيل تطمن انتونيو وبتقوله ان النهار ده هيعدي واكيد هيكون عنده هبة مميزة فقال لها طب لو حصل لي زي ما حصل لك وما لقيتش بيبها دخل منه فقالت له هيحصل ايه يعني هتقعد في قضعة دي زي دي وبييجي بالليل وناس كتير بتكون موجودة في الحدث ده والبيت المصحور قاعد يتشقلب علشان يساعد الناس في الاحتفال وبيكون واقف توم كروز ده اللي بيكرش على إسابيلا التينكا اللي شايفة نفسها ما حصلتش بسبب الهبة اللي عندها واللي تقدر من خلالها انها تشاور بأيديها تم للدنيا ظهور المهم بيعدي الاحتفال على خير وبيفتح انتونيو الباب اللي بيبقى وراه حيوانات كتير ودي هتبقى القضة بتاعته اللي هيعيش فيها لانه بيبقى عنده مقدرة انه يفهم كلام الحيوانات لأ دي هيبة تخوف على فكرة يعني وبتفرح العيلة وبيتصوروا كلهم معادة ميرابل اللي بتقول في الاول لا انا مش هزعل بقى انا كده كده واحدة من عائلة مادريجال وانا قسد يلف نفسي جدا بست بعد خمس ثواني بتقول لا انا بصراحة زعلانة ومش هقدر هو انا هفضل كل يوم انام وانا بحلم ان يبقى عندي هيبة ويطرى بقى خلاص فات القوان عشان يكون عندي معجزة وبتخرج وهي زعلانة وبتسيبهم في احتفالهم بانتونيو وبتلاقي ان ارضية وجدران البيت بتتشقق ويديها بتتجرح من الطوب اللي بيتكسر وكمان الشمعة السحرية نورها بينطفي وابواب عيلتها كلها نورها بيتهز فبتروح تبلغهم اللي بتشوفه ولما بتروح العيلة علشان تشوف اللي بيحصل مش بيلقوا حاجة فبتتدايق تيتها منها وبتقول الناس ان بيت مادريجال مش ممكن يحصلوا اي حاجة ومامة ميرابل بتقول لها انت تعبتي النهاردة فممكن يكون يتهيقلك ان البيت بينهار فقالت لها ميرابل طب لو ديتها هيوقات ازاي ايدي تجرحت فعملت لها اكل عشان يشفيها وقالت لها انت مميزة زيك زي اي حد من العيلة وبتروح ميرابل تنام وبرضو بتشوف ان البيت بيتشقق وبتتسحب عند شباك جدتها من برة علشان تشوف الشمعة واللي برضو بتلاقيها ضقها بيقل بس المرة دي بتسمع جدتها وهي واقفة تكلم صورة بيدرو وبتقوله ان بيتهم بيتهد وان المعجزة اللي عندهم بتحتضر وهي مش فهمة سبب في كده وبتطلب منه ان هو يديها اشارة علشان تشوف الحل الانقاذ المعجزة وانقاذ بيتهم وحماية العيلة ولما بتسمع ميرابل بتقرر ان هي تنقذ المعجزة وبتروح تقول لدولوري سودانو حبيبتي ما سمعتش حاجة كده ولا كده بخصوص زوال السحر فقالت لها انا سمعت مبارح لويسة وهي عينها بترف وما قال لها بسبب الموضوع ده فراحت ميرابل تسأل لويسة على الفطار بس تيتا ما دتهاش فرصة لانها قررت تجوز إيسابيلا لتون كروز علشان مصلحة العيلة مش فهمة ايه المصلحة في كده يعني المهم بتقول تيتا لدولوريس اسمعينا كده يا بيتة هو بيفكر في ايه العريز ده فقالت لها ايه ده ده نفسه يخلف خمس عيال فطبعا اتخضت إيسابيلا وخافت على رشاقتها المهم بعد الاكل بتروح تتكلم ميرابل مع لويسة وهي في الشغل وفضلت ماشية وراها بقى وهي بتعدل البيوت الايلة للسقوط وبتنقل الكنيسة لحد ما راح تشيل الحمير دي كلها علشان ترجعهم الحظيرة ولما سألتها ميرابل على ضياع السحر قالت لها لويسة انها سمعت وهي صغيرة العيلة وهي بتتكلم عن تنبؤ خالهم برونو بالمستقبل وشاف ان السحر في خطر وقالت لها لو عايزة تعرفي روحي برج خالك برونو بس خذي بالك وفعلا بتتسحب ميرابل وبتدخل برج خالها برونو واللي محدش بيدخلوا من سنين بتلاقي سلم طويل جدا وبتطلعوا وبعدين بتعدل الناحية التانية بالحبل ده وبتدخل الكهف بتلاقي قطع مصحورة ومتكسرة ولما بتجمع قطع منها بتشوف صورتها المهم بتجمع كل الأجزاء دي وبتاخدها معاها وبتدخل عليها لويسة تزعق وتقول لها عجبك كده نبرتي فيها انا حاسة ان انا سحري بيروح وبتديت احس بتقل الحمير وانا شايلها ودخلت تعيط وبتدخل خلتها بيبة وبتقول لها انا سمعتك بتجيبي سلت اخويا برونو وحكيت لها هي وجوزها ان تيتا منع اي حد يجيب اسمه لانه بيتنبأ بحاجات شؤم وكلها بتحصل لا والموضوع ده مع الناس الغريبة كمان اللي قال لها السمكة بتاعتك هتموت وماتت واللي قاله انت هتبقى بكرش وبقى بكرش واللي قاله انت هتقراع وقراعي فعلا يعني كلها حاجات مأسوية زي ما احنا شايفين يعني وكمان تنبأ ان دولوريس هتحب واحد بيكرش على واحدة تانية وفعلا ده اللي حصل يعني هي دولوريس بتحب توم كروز وهو حب بنتخلتها اسابيلا التنكا يعني بس افضح حاجة تنبأ بيها برونو لما شاف ان السحر هيزول وكانت صورة ميرابيل ظاهرة في الرؤية بتاعته فبرونو تعرف انه وشه فقر ومن ساعتها وهو مختفي وفي نفس اليوم ده كانوا مستنيين توم كروز ييجي علشان يتكلموا في تفاصيل جوازته من اسابيلا وكانت ميرابيل بتجمع كل القطع اللي خدتها من برج برونو وشافت صورتها واضحة بالكامل عليها ودخل عليها باباها وقال لها انسي الكلام ده ويوعد جيب يسيرة بوز الفقر برونو قدام حده خصوصا جدتك فبتسمعهم دولوريس ودانو وبتقول لاخوها كاميلو اللي بيتغير شخله كده من الصدمة وبتتوتر العيلة لما بتشوف البيت بيتشقق وبيبقوا عايزين يخلصوا الجوازة وبتبقى قعدة لويسة حزينة ان سحرها بيروح منها وبييجوا اهل المدينة يسألوهم عن السحر اللي بيضيع منهم وبتحاول تطمنهم تيتا رهيبة ان كل حاجة تمام وبتيجي فران انتونيو دي تاخد القطع المصحورة وبتمشي بيهم في اتجاه معين في البيت وبتروح وراهم ميرابيل وبيحصل شقلبازات كتير لحد ما بتلاقي خالها برونو اللي بيبقى سايب البرج بتاعه اه لكن كل دا بيكون مستخبف قضة سرية في البيت وما حدش يعرف بوجوده فسألته ميرابيل هوانا ليه موجودة في الرؤية بتاعتك بتاعت زوال السحر انا نفسي اعمل اي حاجة تخلي العيلة دي فخورة بي فحكالها ان اليوم اللي كانتها تحصل فيه على الهيبة بتاعتها كانت تيتا قلقانة قوي فطلبت منه ان هو يشوف المستقبل فشاف ان البيت بينهار والسحر بيضيع وشاف صورة ميرابيل قدام البيت بس الرؤية ما كانتش سبتة يعني كانت بتتعكس في الاتجاهين اتجاه يبني البيت واتجاه يهده ويضيع السحر فقال لها وطبعا علشان معروف عني ان تنبؤاتي فقر فماما توقعت الاسوأ اللي هو ان انت هتخريب البيت يعني فطلبت منه ميرابيل ان هو يشوف لها الرؤية تاني فقال لها انا محتاج مكان مفتوح علشان اقدر اعمل الشعوازة بتاعتي واشوف الرؤية وكل دا كانت بتسمعهم حيوانات انتونيو وراحوا يبلغوه فرح لهم انتونيو وقال له تعالى يا خالو عندي عشان تشوف الرؤية المهببة بتاعتك اهلا وسهلا بيك وفعلا بيروح للغابة اللي عيش فيها انتونيو وبيجهز نفسه للرؤية وبيشوف نفس اللي شافه قبل كده بس ميرابيل بتقوله ايوة كمل يعني مزا بعد فكمل الرؤية وشافت ميرابيل فراشة بتنور رايحة في اتجاه الشمعة وشافوا الشمعة بتنور اكتر وميرابيل وقفة قدامها وبتحضن وحدة ولما بتوضح الوحدة دي بتطلع ايسابيلة اختها الكبيرة فطبعا بتقول مستحيل احضن التنكة دي ولا اتفق معها اصلا وهي كمان بتكرهني ده غير ان انا لسا بوظلها جوازتها فقال لها برونو خدي بالك انقاذ العيلة معتمد عليك انتي مش عليها هي فتأثرت من الكلمة دي ودخلت لايسابيلة وحاولت تعطف وتلطف معاها وتقول لها هاتي بوسى يا بت هاتي حضن يا بت بس هي طردتها وقالت لها ميرابل خلاص يا ستي هصلح الجو بينك وبنتهم كروز بتاعك قالت لها اتنييلي انا ولا بطيقه اصلا ده انا كنت هتجوزه عشان العيلة المهمة وهي متعصبة بتزرع النبات ده اللي اول مرة تزرعه من سحرها ففرحت بيه جدا وقعدت تغني هي وميرابل لحد ما اتصلحه وحضنه بعض بس بتي جيتها رهيبة وبتزعق كالعادة الميرابل وبتتهمها انها السبب في لعنة زوال السحر اللي هم فيه وانها بتأذي العيلة بتصرفاتها دي فقالت لها ميرابل بحزن انا عمري ما هيكون ليا لازمة بالنسبالك مهما عملت والمعجزة لو بتزول فده بسببك انا بحب العيلة وبرونو كمان بيحب العيلة انت اللي مش عايزة تشوفي وفعلا البيت بيتهد وكل العيلة بتخرج منه لكن ميرابل بتصمم انها توصل للشمعة وتاخدها بس للأسف بتكون انطفت وبعدين بتسيبهم وبتروح تقعد في المكان ده وبتروح تيتا وراها وبتقول لها ان ده النهر اللي لقت عنده الشمعة المسحورة وحكت لها شوية عن بدره جزها وانها فقدته بس بعدها حصلت المعجزة ولقت الشمعة المسحورة فقالت لها انا من كتر خوفي من فقدان المعجزة دي فقدت البقصيرة وما شفتش ان انت المعجزة الحقيقية واعتذرت لي ميرابل وفجأة شافت ميرابل الفراشة اللي شافتها في رؤية برونو وقالت لجدتها انت عنيتي كتير لوحدك وربتينا لوحدك وبقى عندنا معجزة بسببك انتي وبقين عيلة بسببك برضو واحنا نقدر ان احنا نصلح كل حاجة واحنا مع بعض وانا هنا عيط وبعدها بيظهر برونو وقعد يبرر بقى وجوده لانه خايف من رد فعل مامته اصلا بس هي نسيت وشه الفقر وخديته في حضنها لانها ما كنتش مصدقة انها هتشوفه تاني وانا هنا عيط وراحوا مكان البيت وقالت لهم تيتا ان الهبة مش السحر اللي عندكو الهبة والسحر اللي بجد هي انتو وبناتها شافوا اخوهم برونو وسلموا عليه اه وانا هنا عيط طبعا وقال لهم كاملو المتحول ده اخيرا هنرجع نقول برونو من غير من خاف المهم بتشجعهم ميرابيل انهم يتحدوا ويبنوا البيت سوا وكان معاهم اهل المدينة كلهم وتوم كروز قاعد على جنبي يحب على روحه وبيقول انا عايز احب اغتص وقب وقبل ما يكمل الاغنية قالت له ميرابيل بلها اسابيلا واخد دولوريس اعمر وبتسمع دب بت النملة وحتعرف تربيك يعني فطبعا دولوريس ودانه استمعت الكلام على بعد مئة كيلو جات على طول وقالت لي ميرابيل شكرا انا حبيبتي التكل انتي سيبي الباقي علي وهو وافق عادي يعني وخلصوا البنى وزرعوا قدام البيت والعيلة صنعت مقبض باب عليه حرف ام على اسم ميرابيل علشان تفتح هي الباب الجديد وبمجرد ما بتحط مقبض الباب بيرجع البيت مسحور تاني وبيتحرك لوحده والمراضي البوابة عليها كل العيلة وبيتصوروا تاني سوا بس المراضي بتكون معاهم ميرابيل وبرونو والفيلم بيخلص والحكمة بقى اللي احنا طلعنا بها من ام الموالي الاسود ده حب العيلة الحقيقي وتعاونهم سوا في الوحش قبل الحلو هو الكنز الحقيقي اللي الانسان المفروض يدور عليه ولو انت حاسس انك اقل من اللي حواليك دور اكتر جواك هتلاقي الف حاجة انت مميز فيها واخر حاجة لو عندك في العيلة طفل امكانيات واقل من اللي حواليه مش لازم نحاسسه بكده لانه بالعكس هو اكتر واحد هيبقى محتاج اهتمام وكلام ايجابي لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناة اليوتيوب